خلينا نروح لمعرض الكتاب اللي كلنا بننتظره أولا يعني معرض الكتاب من الحاجات زي ما كنت بتكلم حضراتكم عن بناء الإنسان فمعرض الكتاب من الحاجات اللي أقدر أقولها بتساعد في بناء الإنسان ثقافيا ومعلومات وحالة حلوة القراءة هي حالة حلوة بتدي للإنسان كده خيال وعمق ومعرفة وثقة وحاجات كتير جدا والحقيقة احنا في مصر بنهتم جدا بهذا المعرض معرض الكتاب بيواصل استعداداته وده طبعا قبل انطلاقه للنسخة 53 وطبعا المعرض زي ما انتم عارفين مش بس معرض للكتب لكن بيبقى فيه أنشطة وبيبقى فيه ندوات وبيبقى فيه الحقيقة يعني تظاهرات فنية رائعة وبيبقى فيه حضور وبيبقى فيه رأي ورأي آخر وبيبقى فيه حضور من الناشرين حضور من المؤلفين حضور كمان من المواطنين اللي هم بيبقوا بيبقى فيه كمان حضور عائلي ببقى سعيدة جدا لما تبقى أسرة كده بتاخد ولادها ويروحوا رحلة لمعرض الكتاب أولا حتى لو يعني هيشتري حاجات بسيطة لكن بالعين عينه هتشوف الثقافة والفكر واختلاف الثقافات واختلاف الأجنحة اختلاف الدول حاجات كتيرة جدا الدكتورة يناس عبدالدائي مزارة الثقافة هي بنفسها تفقدت طبعا استعدادات جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب وطبعا كان بيهمها جدا علشان الطفل من الفئات المهمة جدا في معرض الكتاب بيبقى فيه حاجات حلوة بيبقى فيه حاجات للتعليم والثقافة والمعرفة وده طبعا قبل افتتاح المعرض رسميا اللي حيكون فيه يوم 26 يناير الجاري الحقيقة يعني عقدت الفنانة والدكتورة يناس عبدالدائي مزارة الثقافة وده حيكون طبعا كان اهتمامها انها تبقى موجودة في المعرض وتشرف على كل حاجة وتبقى بتتابع لكن طبعا هيكون هي حتبقى موجودة دايما وبتشرف عليه وده تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي